بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا طلاب الصف الفالس الثانوي. ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير. عندنا ان شاء الله النقاردة حل جميع تدريبات الدرس الاول. الوحدة الاولة. قبل ما نبتدي كده مع بعض في الحل. من فضلك لازم تبقى عارف ان اسئلة ورقة الانتحان بيكونوا اربع انماط. كل سؤال من الاربع بنحله بطريقة معينة. كل اللي انا طالبه من حضرتك في حل الواجب. توقف تتفرج علي وانا حل الواجب. وتسجل الملحوظات اللي بنقول عليها واحدة واحدة. وتحاول تحل بنفس الطريقة اللي احنا بنحل بيها. مرة في التانية في التالتة هتلاقي الموضوع بقى بنسبلك عادي جدا وتعودت على المادة بتاعتنا وبقيت تحل بشكل سلس وبسيط. انت كده زي ما حضرتك عارف اول حاجة هنا عندنا هي قطع الفهم والاستنتاج. لما بنيجي نتكلم عن قطع الفهم والاستنتاج فبنقول لله يا جماعة مش بالضرورة بعارف جميع الكلمات المكتوبة. هلاقي كده في امتحان نهاية السنة من اربع لخمس كلمات. انا اول مرة اشوفهم. بس تنتج معاني اللي اربع خمس كلمات من خلال النص العام او من خلال النص ككل يعني. لما بنيجي نتعامل مع القطعة بنبدأ من اول الكلمة وننتهي بالفصلة او النقطة وبعدين نقف نفاهم نفسنا. لان لو انت قرأت مرة واحدة ممكن حضرتك تتوه. هنا بيقول لي عنوان في نص السطر. ماذا تفعلونا انتم في وطلة نهاية الاسبوع سواء الوجهة او طرحة لبعض الاشخاص? تلاتة اجابوا على هذا السؤال. عندي سارة. قالت اول حاجة هنا. انا بقضي عطلة نهاية الاسبوع بينه. ودي طبعا انت عارف ان معناها ساحة تزلج. البنت قالت ان هي بتقضي عطلة نهاية الاسبوع ما بين ساحة التزلج. وما بين اللي هو التمرين او التدريب. بتاع ايه يا جماعة? بتاع البسكت. قالت ده بي يكونش رائعة. انا قالت رغمان يعني نادرا. جي في على بيسين ما ازعب الى البسين بور ناجي. اللي جاي ازبح اوك ميكوزين مع ولاد عمتي. الاتنين اللي اسمهم ليا و ماري. قالت جوانين بان انتا اشو فال لا احب ان اركب خين او لا لا احب ان انتطي حسان يعني. اه البنت اللي اسمها تيت بتقول انا تي في الصيف. جو باس توت لا جورني انا بقضي طول النهار. على مار يعني في البحر. قالت لا يعني اوناك جو فيد للا نانتاسيون انا امارس السباحة افيك ما سور جولي مع افتي الاسمها جولي. امي باران ومع والدي الاتنين. قالت اونيفير في الشتاء. جو سكي على مونتاني انا اتزلج على الجليد في الجبن. افيك جروب دمي مع جروب من الاصدقاء. ده بيكون شيء رائع. الولد اللي اسم يقول ليو بيقول شاك ويك اند كل نهاية اسبوع. جو في على كامباني انا ازب الاريف افيك ما فامي مع عائلتي. قال هنا مي باران بابا يومنتي. ودول كده اتنين مع بعض. امي دي سور واخوات البنات اللي اتنين برضو. يبقى كده العائلة بتاعة الولد اللي اسم ليو. مكونة من خمس اشخاص. يعني نحن بنرد الزيارة الى اجدادنا. لازم حاولا اكتب اعرف ان الفعل ده مصدره فعلي كان اسمه اه معناها يرد الزيارة الى. ودائما ما يأتي بعد الا هنا اسم عاقل. ده مهم لها مصدر. ده مهم علشان فيما بعد لما هناخد لبرونون برسونال الضمائر الشخصية. فانهم بيردوا الزيارة الى اه جده وجدته. قال لما تن صباحا زوفي دو فيلو. انا بركب عاجل افيك ماسير مع اخوات البارات. ايجو مان تشوفال. وبركب حسان افيك مانكو زان دانييل مع ابن عم اللي اسمه دانييل. قال هنا انا بقض السهرة اجوي في لعب. ادي جو فيديو. العاب فيديو. شي مونانك البرنار عند عمي او خاني اللي اسمه برنار. واحدة واحدة كده على ميلك وانت بتحلل الاسئلة بتاعتك. هنا سارة في تريبيان. تلعب كويس. كل عطل كناية وسبوع يعني كل بتقضي ما بين البتنوار والانترين مودو باسكت. يبقى طبعا بتلع كويس في دو بتان اجلاس اللي هي تزلج على جليد صناعي. هنا في الشتاء بتحب بتزهب الى ايه? بتتزهر على اه على الجليد في الجبل اه اه على الجليد الصناع الطبيعي يعني. فتبقى انا بيقولي دو معناها عائلة مكونة. خلي بالك. من الفعل ده مهم جدا حاولة تتضرب على كتابته. اللي هو مكونة طبعا من يعني خمس اشخاص. يا مصر هل احنا بنحسب الشخص اللي بيتكلم في القطعة معاه? او بنحسب الشخص اللي بيتكلم في القطعة. هنا بيقول لي ليو بيحب كثيرا. اه 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 كان قال فوق ان هو بيحب يلعب العق فيديو عند عمه او خاله. قال بيقض السارة في انه يلعب العق فيديو. اه يبقى عندك دي الاجابة الصحيحة اللي هي لجو فيديو. بعد كده انا بيقول لي سارة ناجبك سارة بتسبح معك. بتسبح مع سيكوزين ولاد عمتها او ولاد عمها. انا بيقول لي السيطاع غيبو طاعش ده بيكون تقرير على يطرى على اليوم الدراسي ولا او الازواق الرياضية? لا. يطرى حدث رياضي? لا طبعا يبقى هي الاجابة الصحة عن مشاريع عملتوها في نهاية الاسبوع. هنا بيقول لي في القطعة التانية حضرتك ركز في الكلام المكتوب. اللي باعت الميساج ولد اسمه نبيل مضي باسمه تحته. باعتها لولد تاني اسمه تيير. نبيل بيقول اول حاجة جو سوي كونتان دو شاتي افك هم فرانسي دو موناج يعني انا بكون سعيد ان اتحدث على الانترنت مع صديق فرنسي من نفس عمري. ما انا سي نبيل انا بكون نبيل. عندي كم سنة? تمنتاشر سنة. انا بكون مطقن لفرنسيين اللغة الفرنسية دوبوي. نقف عندي دوبوي شوية لان عملت لنا قلة النهاردة في الحصص. هي كلمة دوبوي يا شباب معناها ايه? كلمة دوبوي معناها منزو. منزو دي تدل على زمن ايها? هتقول ايه? منزو تدل على زمن ماضي? خلط. يبقى انت مش مذاكر كويس. قلنا ان دوبوي احدى الكلمات تدل على زمن المضارع. فتيجي تسألني تقول لي ليه مستر دوبوي تدل على مضارع. لانه من استخداماته المضارع ان هو بيدل على حقيقة علمية ثابتة. او عادة متكررة او 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 حدث بيقع اسناء الكلام. فلما نبيل كان بيكتب لبيير فده كان حدث بيقع اسناء الكلام. فنبيل كان بيقول له ان هو بيطقن اللغة الفرنسية منزو ان كان عمره تمن سنوات. يعني كان بيتقنها من هو صغير وما زال مستمر في اتقان هذه اللغة حتى الان. ازا دوبوي ازا وجدت في جملة زي اللي انت شايفة قدام سيادتك كده. فانها تدل على زامن يعني مضارع. البعدها انا اكون من عائلة رياضية جدا. مانبار علي في دو تينيس بابايا علي بيلعب تينيس. هو بيكون مدرب دو تينيس للعبة التينيس. اوكلوب دو ماتريكس في نادي اسمو نادي ماتريكس. ما مير مونة ام اسمها مونة جوو هاندبول بتلعب هاندبول بانبون سون لوازي افناء وقت فراضيها. اه ما بوتيت سغير سارة اخت الصغيرة اللي اسمها سارة بتكون سباحة محترفة هي احرزت ده مهم جدا. اللي بقى اكمل الفعل ده اللي هو معناه يحرز. هي احرزت الكثير من الميداليات في السباحة. قال الولد بقى اللي هو انا بيتكلم عن نفسه. ما نوفض ركوب الدراجات. شاك ويكيند كل نهاية وسبوع جو بارتسيب. انا اشارك في صباق للدراجات مع جيران في الحي. لو كي يمارس هزي الرياضة. يعني عجلة ويجب علي ماتر عن قضاء او ارتدي يعني خوزة من الحديد. من اجل او اللي كي يحمي رأسه اللي هي لطيت. قال انا جو سوي تجور انا بكون دائما فكلمة تجور معناها دائما. دون الكورس انا بكون دائما الاول في السباح. انا بكون فان او معجب او فامز يعني دوسيكليست اللي راكب الدراجات البرتغالي رونالدو دياجو. اللي بطل العالم لمدة مرتين. تعالى عندي تحت في القطعة وارجوك. اوعى تتصرع ما تبقاش عامل زي الحمر المتهور تجري على اول جنسية تشوفها. في يير بيكون هل هو بورتو جي? لا يا معلم اللي هو بورتو جي هو رونالدو دياجو. ده مين? دراجل اللي هو بطل العالم للدراجات اللي واد مهجب بيه. ايه اللي واد مين? اللي واد بعدها بيقول لي. ده مدرب تينيس يبقى في دو تينيس. انا بيقول لي قبل ان يمارس رياضته. نبيل بيرتدي. بيرتدي عن كاسك دوفير يعني خوزة من الحديد. انا بيقول لي نبيل براتيك سون سبور بريفري هي رياضة المفضلة اه ركوب الدراجات بيلعبها مع افيك سيف وزع مع جيرانه في الحي وبيطلع دايما الاول زي ما قال. انا السقرة رونبورت احرزت دي ميضاي مدليات في السباحة لان هي ناجوز يعني سباحة. بقى كان يقول لي نبيل وبير زون بيملكه عيب 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 تبقى طالف تالتة ومش عارف ان الفعل ده مصدره اسمه بمعنى يملك فلما حضرتك هتجي الترجم هتقول كده نبيل وبير بيملكه نفس يا طرى نفس الاباء لا طبعا يبقى نفس العمر هي دي الاجابة الصح نفس الرياضية بالطبع لا نفس النتائج بالطبع لا ننتقل للقطع اللي بعدها عندي هنا بيقول لي دو روبير افريد من روبير الى فريد الانوان الرياضة المفضلة يبقى اللي باعت المساج هو ماضي باسمه تحت اهو باعت ايميل الكترونيك اللي هو بريد الكتروني روبير بيقول اول حاجة صباح الخير انا مكون حركي جدا خلي بالك من حاجة نبينا منها اه ازا احنا استخدمنا الفعل لابد ان يطبع بادتك زي الا اذا الا ازا بعد ظرف من ظروف الكمية زي محورتك شايف كده قدامك او كان فعل اصلا محطوط ما بين النمو وما بين في الحالتين دول سواء رقم واحد او رقم اتنين دي لابد ان يعطي بعدها دو او دو ابوستروف انا امارس الكثير من الرياضات مونسبور فافوري ورياضة المفضلة سيلو تينيس يبقى الولد ده بيلعب تينيس امارس هذه الرياضة سير لو كوردو تينيس على الملعب بتاع التينيس اوكلوب دونيس في نادي اسمه نادي نيس البعدها زومان ترين انا بتمرن تروف وهذه الجملة مهمة جدا 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 حضرتك لازم تكون عارفها قال انا بتمرن تلات مرات بارسو من خلال الاسبوع قال سامدي لاندي ميركرودي وقال بعد التلات ايام اللي هو ذكرهم من ايام الاسبوع قال بعدها انا بقضي دوزار اه يعني ساعتيني خلي بالك اشك سيسان في كل اه اه السيشن يعني او في كل مرة بيتضرب فيها قال لي بعد النقطة بور اه اه بالنسبة للمعدات او الحاجات المطلوبة السيسار الضرورية المثو بيلزموني اين راكت بيلزموني مضرب اتين بول وكرة صغيرة وخلي بان سيادتك انه دي معناها دو تان ان تان من وقت الى اخر زوفي دو يوجا الولد ده بيلعب يوجا يبقى ارياطو السيلي بيلعب اع تينيس ولكن من وقت الى اخر بيلعب كمان يوجا دون مطر جاردان في حديقة هنا عايزو بيلعب يوجا في الحديقة بتاعت بتاعته واو اهله يعني السورتو خاصة عندما يكون لدي اختبارات او امتحانات بيلعب يوجا عشان دو لاريلاكسيون البعدان دو نطر بيسين في البسين بتاعنا الجيم ناجيه بحب ان ما نسبح توس لمتان كل صباح فور كان زمينيت لمدة خمساشر دقيقة افان دو الليه علي كل قبل ان ازب الى المدرسة سس بور معكورة زي الرياضة بتتبعوني او بتخلي يعني صحيتي في صحة جيدة انا لا احب الرياضات العنيفة زي الجودو والكاراتي والبوكس سيمون اه انه بيكون اه اخوي الكبير اللي اسمه بنوا ركز كي الذي يخلي بالك اللي يمارسها اللي اليلو شامبيون دو نيس وبطل نيس تروف وانجودو وبطل نيس تلات مرات في لعبة الجودو خلي بالك من معاني الرياضات الكلمات دي مهمة جدا بيقولني الروبير بيفضل معناها رياضات خطيرة على بالك من الترجمة طيب يعني ايه يعني رياضات قتالية كلمات دي مهمة اوي طيب يعني ايه اصلا يعني رياضات كلاسيكية او تقليدية مفيش فيها خطورة ولا عنف طيب بعد كده بيقولني الاسبور يعني رياضات عنيفة كلام جميل يبقى الولد ده بيمارس انهي رياضات كلاسيكية اللي بعدها هنا بيقول بوليو تينيس بالنسبة للتينيس روبير بيتمرم وقال بيتمرم تلات ايام كل مرة ساعتين يبقى دو جور برسو من يومين اسبوعيا لا تروى زور برسو من اه بيتدرب تلات ايام لانه قال سم دي وران دي وميركرو دي بعد كده في رقم تلاتة بيقولني روبير براتيك ليو جا بيوبارس ليو جا فين اني عندما يكون في منزله يبقى الشي الوي لانه شي ازا اتى بعدها ضمير توكيدي فانه يدل على مكان يعني لو انا عايز اقول انا دلوقتي عاد في بيتي فاقول حاجة اسمها ادي شي واتكلم عن نفسي فاقول شي موى طيب انا بيقول لي بور افرار ينبون فورم اللي هيحصل على جسد او صحة جيدة روبير براتيك بيمارس بيمارس حاجة اسمها يعني رياضة مائية او بحرية خمسة بيقول لي بنوى اي بنوى بيكون طبعا جودكا اللي هو لاعب اه جودو ده اخت افو الولد اللي اسمه بيير انا بيقول لي في ستة عشان يسترفي روبير بيمارس حاجة اسمها دو يوجا يعني اليوجا انا اخلي بالك من القطع اللي قدام سيادتك دي لانه ازا جابلك شهر من الشهور زي الشهر اللي هو ده يعتبر شهر سبعة فدائما هتلاقي عبطلك الشهر ده بفصل من الفصول فهنا هنتكلم عن فصل اسم يعني فصل الصيف فهنبقى جميل اجزاء دي موين مقوي اللي باعت الميساج ولد اسمه ليلو باعتها لولد تاني اسمه فريد وبدأ القطع بتاعتنا بحاجة اسمها خلي بالك ان كلمة دي معناها القادم فلما يبدأ اللي كده بكلمة دالة عن المستقبل يبقى معظم الجمل اللي هتجلنا دلوقتي في زمن المستقبل القريب افكرك كده سريعا هو المستقبل القريب يا مستر كان بيتكون من ايه كان بيتكون من تصريب في زمن المضارع زائد مصدر طب اللي هيعطي معنا في الجمل يا مستر اللي هيعطي معنا يا حبيب قلبي دايما هو الفعل رقم اتنين ده اللي هيدي معنا لكن الفعل رقم واحد ده ده كده فعل لمساعد ما يديش معنا او بنترجوه معنا سوفا فلما اقول جوفي بارتير انا سوف اشارك او ايا اسف انا سوف ارحل الى كامبانيا انا سوف ارحل الى الريف شي موناك البرنار عند عمي او خالي الاسمه برنار انا سوف ااخذ القطار دو من الساعة السبعة بوري اعرفي لكي اصل ذير حوالي ويتار ادمي الساعة هنا هيصل تمانية ويدمية يعني تمانية ونص طيب البعدها الى كامبانيا في الريف جو بفير بكود اكتيبتي استطيع ان اقوم او اه ان افعل العديد من الانشطة افيك مي كوزان مع ولاد عمي جوليان وماري الجوباص لاماتيني بقد كل فترة النهار انا جي في السباحة دون لولاك في البحيرة اللي ادريه بعدها هتنزح اضلو بالعجلة دون لشان في الحقول اللابريمي دي بعد الضغر بقى هنلكب حصان دون لفوري في الغابر سي جنيال دا بيكون شيء رائع موائي مي كوزان انا ولاد عمي ونبس لسواريه انا قضي سارة اجوي ان لين يعني نعود نلعب ان لين على النت يعني وفي في الحقيقة جي بس انا قضيت دو جور مانيفيك يومين رائعين افيك او معاهم هم. قلي لاندي ماتن يوم اللي اتنين الصبح جوبرون لوتوكار اخد اللي هو بدي يساوه عندنا بورون تريش يا مو عشان ارجع عندي في المدينة اتوا وانت مين اللي بيقول لي مين ليه وبيقول لي فاريد كل بروجيتي فيه بمبون لويك عند اي المشاريع انت عملتها في عطلة نهاية الاسبوع. انا بيقول لي ليو كتب خطابه في انه فاصلة بالطبع قلنا سبعة ده يبقى آآ صيف. قلت لك ازاي تحسب الكلام ده تعالي هنا على جنب. قلت لك بنكتب كده دي واحد وعشرين ونكتب تحتها كمان مرة واحد وعشرين وكمان هنا مرة واحد وعشرين وكمان هنا مرة واحد وعشرين. وحضرتك بتيجي هنا تخطي لي شهر تلاتة ثم هنا ستة ثم هنا تسعة ثم هنا اتناشرة. فقلت لحضرتك انه عندي تلاتة ده بداية من تلاتة لستة ده كده ربيع من ستة لتسعة ده كده صيف من تسعة لاتناشر خريف ومن اتناشر بالطبع لحد تلاتة الناحية التانية كده يبقى شتة. فاحنا الحدث بتاعنا بيقع في انه الفصل بيقع في انه شهر بيقع في شهر سبعة اللي هو صيف. هنا بيقول لي ليو ذا باسي سوف يخضي في الريف كم يوم? بالطبع ده يعني يومين اللي هي سي. تلاتة بيقول لي ليو الريف على كامبانيا هيصل الى الريف هو قال الساعة تمانية ونص. يبقى من الممكن ان هو يكتبها لي ارقام فيقول لي ويتار ترونت اللي هي تمانية تلاتين. يبقى اللي جابة صح دي. طب يعني هين ميدي? احنا قلنا اوقات اليوم قبل كده يا رجالة. فقلنا ميدي يعني الساعة اتناشر ظهرا. طب يعني هي الستار يعني الساعة سبعة. طب يعني هي ويتار يعني الساعة تمانية. انا ليو فيدو ليكيتاسيون بيمارس الفروسية فيد. فليو بيمارس الفروسية يبقى نقول آآ هيلعب فروسية آآ في الغابة. بعد كده بيقول لي ليو فارونت ريش فيلويه هيرجع عنده يبقى في سوبرجيت او اوتوبيس اللي هو بيسافر ما بين المدن. في المساء ليو فاجوويه هيلعب بالطبع هيلعب على الانترنت. نتقل ليه الوثيقة اللي هي بتاعة الازعر المختلفة عن الازعر من الترباة والتعليم بس. انه ترباة والتعليم مفيش عنده فريو فو. لكن ازعر عنده فريو فو والاتنين بيجيوا مقطعتين عادة زي بعض. انا بيقول لي كيليس بور بريفريفو اي رياضات انتم تفضلونها. عندنا 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 كاميليا عندنا البنت قالت اي رياضة تفضلونها انتم. قالت هنا البنت الاولى اي جا دور جوي او تنس. انا بعش اقل عالتنس. شت جور كل يوم جو بس اي لار. اه اخد بالي من دي. معناها ان هي بتقضي ساعة واحدة. اهي دي معناها ساعة واحدة. اه ابريلي كل بعد المدرسة امان ترنيل. اتدرب او كلوب في النادي. ايجا جانيك نوع امان تينيس معن بريفري. جانيك نوع ما يكون اه لاعب التنس المفضل بالنسبالي. فرنسوا بيقول جو فيدو لناتاسيون انا امارس السباحة. الجو نعجو. انا اسبح اموة على الاقل. اقل حاجة بيسباحة. تروافوه برصو من. تلات ساعات. اه تلات مرات اسبوعيا. على بسين دو كلوب في المسين بتاع النادي بتاعو. كميني بتقول جيم لفوتبول من. انا بحب كنته بقدم. ولكن في نفس الوقت. سي جنو لبراتيك با. ولو في نفس الوقت انا لأمارسها على الاطلاق. جنو جنو لبراتيك با دوتو. طب انت بتحبيها بس سوميا بيمارسها قالت سيمون فرير اخويا كي اللازي لو براتيك يمارسها فانك جور بار سومين خمس ايام اسبوعيا. بولين بتقول مع جنو با دوتو لا احب اطلاقا. اه لفوت كرت القدر قالت جوجو. قضي جو فيديو. بالعب فيديو بلاي ستيشن اون ليني على النت. قالت اسناء الاجازة. شاك جو دي. وكل خميس جو في او كلوب بور ما زمي. كل خميس بروح النادي اللي كي ارى اصدقائي تعالى على آآ انا بيقول لي فرانسوا سانترين. فرانسوا بيتدرب الكلام ده صح. طيب بولين بلحب تلعب على النات الكلام ده صح. عندي هنا ستع ريبورتاج سير وده تقرير على اجازات الصيف اخصى عليك لو خدتها. ده تقرير على عطلة نهاية الاسجوع اهي. كيلس بور بريفري آآ لا ده تقرير على الرياضات المفضلة ومش اجازات الصيف. هنا بيقول لي لو فرير دو كاميني جو بيان وفوت. الكلام ده صح. عندي هنا جانيك نوع آآ 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 ايجو واردو تنس لعب تنس بالطبع. هنا اديلين بس دوزار لا هي بتقضي ساعة واحدة فقط يبقى اينار في تدريب التنس بالطبع دي غضط. كده بنكون انهينا الخمس قطع بتوع سيادتك آآ بالطبع يا ما وانت قابلت قطع ستة المفروض طرف تحلها بنسبة خمسة وتسعين في المية بعد القطع اللي حلناها قدامك دي. اروح بعد كده على اللي هو المواقف. سؤال المواقف بيتعلق بحفظك ايه كلمات. هل انت بتسمع معنا الكلمات الماشية معايا كويس ولا لا? عن ايدي واحنا بنشتغل المواقف بتترجم بتترجم كالقاتي. لما اقول فوق معنا انتم بارلي تتحدسون دو يعني عن دو دور المدرب كسك فاحنا بنتحدس عن دور المدرب. احنا نقول ايه? فنقول الجو جان ماتش بيحكم المباراة لا ما تنفاش. الما هو بيضع قاعد اللعبة صح. بيحمل مرمى لا طبعا لان اللي بيحكم المباراة يعني حكم. واللي بيدافع عن مرمى ديفونسور يعني المدافع واللي يسجل الاهداف اللي هو التاكر اللي هو المهاجم. رقم اتنين بيقولي فيها. فو يعني انتم ودنيه يعني تعطوما. انا فيدي معناها رأي. انتم تعطونا رأي. على انسبور اندي فيديويل. على رياضة فردية. انت بتدي رأيك في رياضة فردية. طب هل الفوتبول فردي? طب هل ايه الرجب فردي? طب هل انا بعشة البسكت? كده انت قلت رأيك في الرياضة دي مش فردية اصلا انا مسل. يبقى السباحة انها بتكون رياضة محفزة. رقم تلاتة هنا بيقول لي انا مية امتم تطلبون من صديق. هو يعني اين هو يذهب لكي يمارس رياضة. ماذا هو يقول? فيقول لك قولا واحدا. انا اذهب اه 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 اكلوب دوكارتي ايه? الى النادي بتاع الحي. انا ليقول لي في رقم اربعة صديقكم انتم اريف بيصل تجهور دائما عن روتار متأخر. دي نتاخده من محاسب كتاب المدرسة. هو اعتهملها. صديقكم بيصل دائما متأخر. ماذا انتم تقولون? فقول والله ايه? هو بيوصل دائما في موعده. لا ارسبيكت سير راندفو بيحترم موعده. لا طبعا اه اه الناريف بقى عن روتار هو لا يصل المتأخر. لأ ده هو بيوصل متأخر فاليل هو شامبيون دوروتار. وبيكون بطل في التأخير زي ما كان الولد اه ريتشاربي هو يعني اسمها شارلوت. رقم خمسة بيقول لي انتم فشيرون او توضحون. طيب انتم توضحون يعني تعريف عندك بالانجليزي. انت بتشير او بتوضح تعريف رياضة زي رياضة دي. عايز اقول لي الناس هي ايه رياضة دي. فدولة بلوني ده لهاتس. طيب ستين اتراكسيون لعبة? لا. ستين سبار دي كيب رياضة فرق? لا. ستين كورسة بيجري على الاقدام? لا. ستين سبار ناتيك رياضة بحرية او مائية? اه طبعا هي دي الصح. انتم انتم تستعلمون يعني على يعني حضرتك بداية. انتم تستعلمون على بداية المباراة. خلي بالك من نفسك يا محمد ده كانت امتحان سنوية عامة عشرين واحد وعشرين. فخلي بالك ما تهملش الكلام ده. الاسئلة دي تمسك فيها كويس قوي. فأنتم بتستعلموا عن بداية المباراة ماذا انتم تقولون? فقول في اي ساعة يبدأ المباراة اللي هي دي. طب اللي بقى يضلط لك. على اي ستاب نحن نلعب المطر. ما تبديش معنى. انت بتستعلم عن بداية المطر. متى تنتهي المباراة? اكيد ما فيش حد راح يسأل عن بداية المطر. فأقول لك متى تنتهي المباراة? المباراة بتكوننا بين فريقين مين ومين ملحاش علاقة. طيب ننزل هنا. يعني ايه زي كرة قدم. انتم بتوصفوا زي يلاعب كرة قدم ماذا انتم تقولون? الراجل اللي بيلعب كرة قدم. هل يلبس مايود زي حمام سباحة? لا. هل يلبس مايود يعني دي معناها زي ما قلت لحضرتك زي ودي معناها رياضي. اه طبعا دي كده الايجابة الصحيحة. طيب هل يلبس اميس وبانترون جيلز? لا ما تنفعش. طب يعني يا مستر كلمة دي يعني بدلة. هو عتعمل اي كلمة جديدة وارد وارد تجلب في قطعة. يتتحطي في مواقف ما مش ضمنين. اللي بعدها بيقول لي صديقكم بيسألكم دو كوة الى ماذا نحن هنا احتاج لكي نلعب تنس? هنحتاج عجلة او خوزة? لا. زي حمام سباحة? لا. هنحتاج كرة كبيرة واحزية رياضية بسكت لا. هنحتاج دورة كت مضربيني وكرة? بالطبع هي دي الصحيحة يبقى اخذ رقم دي. رقم تلاتة بيقول لي صديقكم بيسألكم اي رياضة انتم تمارسون. ماذا انتم تقولون? الفوتوغراف دي هواية باشون. البانتور دي هواية. الميوزيك دي هواية. اللي هي رياضة الجمباز او الالعب القوة. رقم اربعة بيقول لي صديقكم بيسألكم. ها? لسعدنا. معنى اتعريف. دو جوجينج. الجوجينج اللي هو الجاري الخفيف كده. الجاري الخفيف. اه. فتساوي ايه في المعنى? فتساوي كده? خلي بالك سور دو ميوزيك نوع من المنشيقة. سور يعني سورة دو ميوزيك نوع من المنشيقة. ستين كون سا بي ايه جاري عن الاقدام اصح. طب بتكون اه هزيها رياضة تمارس على الماء? لا. طب انها بتكون مادة دراسية? بالطبع لا. انزل على بعدها صديقكم بيسألكم انها يكون ماذا? السيكليزم. السيكليزم دي اللي ايه 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 رياضة حقوب الدرجات. طيب اول ستين كورسة فيلو انها بيكون سبا دو فيلو. ليه العجن? اه صح. طيب اللي بعدها سنوية عم فتح لي هنا برقلي بوصلي بقلبك قبل عينك. انا مي صديق سانت فرم يستعليم. سور على على عمل الاربيتر الحكم. واحد صاحبك جاي بيستعلم على اه طبيعة عمل الحكم. مزا انتو بتقولون? الحكم ده بيعمل ايه? بيساكل الاهداف بيمرن اللاعبين بيت انت وهي فوقي. الحكم بيدير المباراة اللي بيدرب اللاعب اللي هو طيب بيشجع الفريق? لا. يدير او يحكم مباراة هي للاجابة الصحة. سنوية عم ايه? خلي بالك. طيب رقم تلاتة. ننزل هنا. صادفكم بيسألكم اي المعدات? نحن نس. ده فعلي معناها يستخدم. اي المعدات نحن بنستخدمها. لكي نمارس لبادمنطان. مستر ايه? ايه كلمة بادمنطان? لتلك وضع حن سنوية عامة بيركز دايما عن الرياضات اللي ايه مش المنتشرة. بادمنطان اللي ايه تنس كرة. يا حمادة ما تنساش. تنس كده. كرة الريشة. طيب. كسك فوديت? ماذا انتم تقولوه? فيا اقول اه ستان سبور كليكتيش دي بيكون رياضة جماعية? لا طبعا. الفير بيلزموني كرة ريشة صح? طيب. جيم جوي وبادمنطون بحب لعب بادمنطون. لا. اونو توليز اين بولدوفير بنستخدم الكرات من الحديد. من الحديد. ما تنفعش. عندنا كده اول سؤال في صفحة بلاحد وثلاثين بيقول لي يعني صديقكم بيسألكم انتم عن رأيكم على مباراة كاسكل دي. ماذا? هو يقول. كيف نصيغ هذا السؤال من عربي الى فرنساوي واحد جاي يسألك عن رأيك في مباراة? هو يقول لك ايه يقولك الكلام ده زي بالفرنساوي. هليجي يقول لك متى تبدأ المباراة بالطبع غلط. هل يقول لك المباراة اين? برضو غلط. طب يقول لك صح. طب كليه طونو بنيون اصح ماشي اهي على الحكم? لا برضو منهاش علاقة. لان انا قلت لحضرتك بكده ان علشان اسألك عن رأيك في شيء ما ممكن اعملها اواصفها باربع اسئلة. اما ان انا اعمل لك اجيب لك الاداة اللي اسمعها كومان واربطها لك بالفعل الاسمه كومان تتروف سو ماتش. او اقول اه كاسك تي بانس اربط الاداة اللي اسمعها كاسك بالفعل الاسمه بانسي. اقول لحضرتك كليتو نافي او كليتو نوبنيون ولكن دي ما تنفعش لانه هنا بيسأل عن الحكم مش على المباراة. رقم تلاتة بيقول لي فيها انتم تطلبون او تسألون صديقكم سونس بور بريفريع عن رياضة المفضلة كسكل دي. ماذا او يقول? لما روح لقيل دي مش رياضة. فاقول جو جو اه بيان دو بيانو. انا بلعب بيانو دي مش رياضة. جو في دو ديسان انا برسم دي مش رياضة. جو بريفير لي ماتيماتيك دي مش رياضة. بمادة دراسية. جو في دو باسكت اي دو تينيس. بلعب باسكت وتينيس بالطبع دي الصح. الجملة اللي بقبها رقم اربعة. صديقكم بيسألكم لليو اديال عن المكان المثالي. طب معرف يا جماعة الاول اصلا يعني ايه اللي هو كاتب عالنا دي فيتة ايه هي رياضة ركوب الدراجات ما تنساش الجبلية. طيب هي ايه الاسكالات ده هي رياضة تسلق ما تنساش الجبال. هو بيسألنا او بيقول لنا ما هو المكان المثالي لكي نتسلق الجبال او لكي نقوم برياضة ركوب الدراجات الجبلية. بالطبع الكلام ده كله بيتعامل على مونتانيا يعني في الجبل وخلي بالك ان المكان ده مؤنس. الجملة رقم خمسة بيقول لي ايليوي التور يعني الساعة للوقت التمانية. وانتم لديكم موعد. الساعة كان باي اعمل حاج. قال لي ستور ادمي. الساعة سبعة ومصف. كسكي فو ديت? مازا انتوني تقولون? هلا اقول انا في الموعد. لأ طبعا انا كده نتاخر. مازال الوقت مبكرا? لأ طبعا ما ينفعش. طيب اه هي دي الاجابة الصحة. طيب انا اكون مبكرا او متقدما على ما عادي. لأ برضو ما تنفعش. طيب رقم ستة بيقول لي فيها انتم تطلبون من صادقكم ودي معناها اين? او انا بيسأل مكان. وخلي بان سيادتك ان اني جاد في مدهان عشرين عشرين فبرق لها شويها. فانتم تطلبون من صادقكم اين هو يتدرب? ماذا هو يقول? سؤال سهل جدا. فيقول لك بالطبع في صالة الالعام الرياضية. اه في رقم واحد فاربعة. الفعل كونسيه. ده فعلي بيكتب معنى ينصح. انتم تنصحون. اختكم دو فير انتم مارس اسكي. ماذا انتم تقولون اليها? احنا نقول لها ايه? نقول لها طبعا الاسكي دي رياضة بتلعب في فصل الشتاء وتلعب على مونتاني في الجبل. يبقى ايه هي الصح? طيب اتنين بيقول لي صديق. بيطلب منكم انتم اهي. عمل عمل مين? المدرب. صديقكم بيطلب منكم على المدرب. كسكي فوديت ماذا اعتمد قدون? خدناها دي وعرفت لها كزا مرة بقى. يسجل اهداف? لأ طبعا. ايه لان كوراجين يكيب بيشجع الفريق? لأ طبعا. طب ايه لان طرين الجوار بيمرن اللاعبين او بيدرب اللاعبين? اه. يبقى هي دي الصح. عندي بعد كده الجملة اللي بعدها اللي ايه في رقم تلاتة صديقكم بيسألكم انتم اي رياضة نحن نمارسها افيك دي بول دوفير. يعني ايه كلمة دي بول دوفير دي يا مستر? معناها كرات من الحديد. طيب. اه فصديقكم بيسألكم اي رياضة انتم تمارسوناها والرياضة دي فيها كرات من الحديد مزا انتم تقولون? فقول حاجة اسمعها اللي هي رياضة الكرات الحديدية. كيت شافي دي لارة طبعا التزلج على الامواج. عندي ناتاسيون دي عن اسباحة. بالترجم كل حاجة خلي بالك. بعد معناها تنس كرة الريشة. هنا فاربع بيقولي. انتم تشرحون خط سيرو. فواحد صاحبي انا بشرح له خط السير علشان يروح ساحة التزلج. انا اقول له ايه? اقول له انا احب ان ازب الى ساحة التزلج. كده ما وصفتلوش. مارس سكي. ما علاقة بالبتنوار. ده تزلج على جليد طبيعي. لكن البتنوار تزلج على جليد صناعي. كده انا وصفت له. لا طبعا اقول له حاجة اسمها اكمل طوالي على فوق هتلاقي ساحة التزلج في وشك كده وصفت خط سير. اروح للجملة لقب خمسة في صفحة اتنين وتلاتين بيقول لي صديق بيستعلم. سير على على المعدات دو بتنانج. هي ايه? البتناج دي يعني بتزلج على الجليد الصناعي. كسكي بو ديت ماذا انتم تقولون? المعدات الخاصة بها زي الرياضة. الفوق ان راكد يلزمه كمجرب. لا دي المعدات بتاعت التنس. الفوق ان ساك دي سبار. لا طبعا ملعاش علاقة يلزم كشمطة الرياضة وما احتاجهاش. انا عايز لانعب بتناج. الفوق ان ما يوده بها محتاج زي حمام سباحة لا. الفوق دي بطان اه البطان اللي هو الكوتش اللي يكون فيه من تحت كده زي سيف او حاجة وبنتزلج على الجليد. رقم ستة انتم تتحدثون عن رياضاتكم المفضلة خلي بالك. دي جات في امتحان عشرين واحد وعشرين سؤال سهل جدا. انتم تتحدثون عن رياضاتكم المفضلة كسكي بو ديت. ماذا انتم تقولون? اقول لا دي مادة دراسية. طب اقول انا احب كورس اوعى تبقى بصماجي وتقول لي مش كورس دي رياضة مسلا لا كورس دي يا حبيبي هتاخدها في الوحدة. التالتة معناها ان هو او التانية بيعمل شوبنج. طيب لك ويزين بحب الطبخ ما لهاش علاقة. ازا الاجابة الصح جبريفير لتيير لارك. قلت لك واضع انت حان سنوية عامة مقرم بالرياضات اللي مش منتشرة. زي رياضة اللي هي الرمية عن طريق القوس او السهم. ننزل بعد كده بيقول لي انتم تطلبون من صدقكم. ماذا انتم تقولون? اا اقول له انتم تفضلون اي رياضة? ولا ما ليش دعوا بالميوزيك? ولا ماذا تفعلون انتم في الحياة? بتعملوا ايه? لا طبعا يبقى انتم تفضلون اي رياضة. رقم اتنين بيقول لي هنا لو انت قعد دلوقتي بتحل ورايا. فمطلوب من حضرتك انك تترجم فقط الكلمات اللي انت مش عارفها. وتغزي عينيك علشان بعد كده تبقى قادر على الترجمة بنفس الطريقة. صادقكم بيتحدث عن زوج الرياضي ماذا هو يقول? اقول لك جادور لك احب المطبخ الفرنسي. انا بتكلم ايطاني. يقول لك. انا انا افضل رياضات الفرق اي الرياضات الجماعية. هنا في تلاتة. انتم انتم تستعلمون على الساعة بتاعت التدريب. ماذا انتم تقولون? يعني انا رايح اسأل هو التمرين الساعة كام? انا اقول ده ازاي? اقول كيف يكون التدريب? فنقول شاق او سه. اين يكون التدريب? كده انت بتسعلم عن مكان عب ما ينفعش. طيب في اي ساعة اي بيكون التدريب ازا دي الصح? لان عايز اسأل عن ساعة محددة فباسأل بيه. كيف من يدرب الفريق? مالهاش علاقة طبعا. رقم اربعة. انتم تطبعون من صديقكم. الذي هو بيعمله في الاستاد. انت تسأل واحد صاحبك. انت تعمل ايه في الاستاد? هو يقول لك. انا وشجع فريق المفضل صاحب. انا العب سكي. محددة بيلعب سكي في الاستاد. جو رقمان فيلم محددة بيشوف فيلم في الاستاد. جو براتيك لاسكالات محددة بيمارس تسلق الجذال في الاستاد. طيب. فوديمون دي افوت رابي انتم تطلبونا من صديقكم. نهاية النبارة. كسكل دي. ماذا هو يقول? اقول ايه اه دو زيرو هي اتنين سفر. هي ابتدى الساعة سبعتاشر. اه الاستاد المكانة هي بيكون في الاستاد. انسو ترمين هي بتنتهي هي بتنتهي ساعة واحد وعشرين. يعني كده اه 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 دي معاية نهاية المباراة. طيب الجملة رقم ستة تاني خلي بالي اكمل نفسك لان دي جملة امتحان سنوية عامة الفين واحد وعشرين. اصعب جمل دايما يا شباب هي الجمل اللي داخل فيها ازمينة. فهنا بيقول لي الفريق الفريق بتاع صاحبك. استنى اسألك سؤال. هو حضرتك اخدت الزمن دا معايا قبل كده? فتقول لي لا لسه ما حتنعوش يا مستر. طب ده زمن ايه? قلنا زمن ماضي كده ما تنساش نركب. فهنا دلوقتي الفريق بتاع صاحبك كاسب المباراة فاسبيع كسكو ديت ماذا انتم تخلون? هروح اقول له فريقنا سوف يفوز بالمباراة. لا. المباراة خلصت اصلا. طب فريقكم خسر المباراة? لا طبعا. طب كل تهانيني اليك صح. لا طبعا ما تنفعش. امتحان سنوية عامة خلي بالك من نفسك الفين واحد وعشرين. غز عينك علشان الاسئلة اللي انت بتشوفها دي لو جات في امتحان اخر السنة احتمال للطلق بطك فاحنا بنعدنا عليها واحدة واحدة او. هنا في رقم ستة انتم تتحدثون عن المعدات دولا بتاع السباحة انتم تقولون. في السباحة يا غالي انا بزوان براكت. لا طبعا. لا طبعا. الكلام ده صح احضر كرة بتاع كونس كورتريشة لا طبعا. انتم تستعلمون على مكان التدريب انتم تقولون. اقولي التدريب بيكون اين? اللي هي رقم ايه? اه طبعا دي اجابة صحوح. طيب في اي ساعة? كده باسأل عن ساعة مش مكان. هو حدد لي. قال لي كلمة ليو. مادام جام ليو خلاص. الزمني. كيف انت تجد المدرب? ولماذا انت تتدرب? عندي بعدها في صفحة اه تلاتة وتلاتين اينا بيقول لي. انتم تطلبون من صديقكم رأيه على المدرب. انتم تقولون. عايز اقول له. ولا ايه رائك في المدرب? او هو يدرب اي فريق? لا طبعا. من يكون مدربك? لا طبعا. طيب لا طبعا. طب كيف انت تجد مدربك? لان احنا لسه من شوية مستر قلنا علشان انا اسألك انت عن رأيك في شيء ما. ممكن ما اسألك عن طريق اربع حاجات. يمكن اقول لك او كليتون او كليتون او كمان تو تروف او كاسكتشي بانس. هنا بيقول في رقم اربعة. انتم تستعلمون على عدد دو جوار اللاعبين على كيمب بتاع فريق كرة القدم. انتم تقولون عايز اقول كم عدد فريق كرة القدم. اين انت تلعب الكرة? لا. طب اي فريق تشجع انت? لا. انا عايز اسأل عن عدد. كيف تجد كرة القدم باسأل عن رأيك? لا. كم بيان دو كم عدد اللاعبين الياء الكيمب بيوجدوا في الفريق الواحد. خمسة بيقول لي فيها. انتم بتسألون او تطلبون. انا من صديق سكو الذي انبورت نحن نرتدي اجي منعزة في صلاة العابة الرياضية هو يقول. هل بن بنرتدي بدلة? لا طبعا ما تنفعش. انا ما يودو بانزيح مام سباحة? لا طبعا ما تنفعش. اه هل بنرتدي اه صح. طب بنرتدي بنطلون جينز? لا طبعا ما تنفعش. بس صح عندك يعني هنا انتم بتطلبون من صادقكم اي رياضة هو يمارسها ويلعبها هو يقول امتحان كام? الفين عشرين عشرين. اه الفين عشرين اللي انا بقوله ده. اي رياضة هو يمارسها هو يقول فيقول لك اه دي مش رياضة. ده رياضة مصفية. انا بعمل واجب ملحاش علاقة دي معناه ان هو بيعمل اه اه لان الرياضة اللي هي مرتبطة بالكلم البالي اسمها الجاري على الاقدام. بعد كده على رقم سبعة بيقول لي هنا عن انشاطتكم الرياضية بريفري المفضلة. انتم تخولون اقول انا لعب جيتار دي ما تنفعش انا اشارك في فرقة موسيقية. دي مش لعب ارياضية. انا بعشق الرسم على اللوحات لا يبقى جوجو. اه وفوليبول بلعب طائرة اللي هي فوليبول. اتنين صادقكم بيسألكم يعني دور الحكم. الدي الحكم اه واحد صاحبك بيسألك عن دور الحكم. هو يقول لك. واحد جاي يقول لي ما هو دور الحكم. ازاي نقول لي سؤادة بالفرانشاف. كو في الاربيتر ماذا يفعل الحكم? اه. كمونت تروف الاربيتر دان كده بسأل عن رأيك في الحكم. انا بسأل عن دور دور يعني رول. طيب كمونت صابين الاربيتر كيف يسمى الحكم? لا. كلا جاء على الاربيتر? لا طبعا عمر الحكم ما تنفعش. هنا بيقول لي في ثلاثة. انتم تعشقون الموسيقى انتم تقولون. اقول انا لا احب الموسيقى ما ينفعش. الموسيقى سيما باسيون بتكون شابه في صفحة. انا اكره الموسيقى? لا. طبعا جونجو بابدولا موسيقى انا لا العب موسيقى برضو ملحشها لا. اربعة بيقولني فيها انتم تستعلمون على الفريق المفضل بتاع صدركم. انتم تقولون. اقول انا رايح اسأل واحد عن فريق المفضل. انا اقول له ايه? انت تدرب اه? انت تدرب اي فريق? لا. اي رياضة? انت تلعب? لا طبعا. كيلي كيب اي فريق سوف يفوز بالمباراة? لا طبعا. كيلي كيب انكوراجتي فالفعال انكوراجي معناها يشجع. طيب. انا مي فو ديماند صديق او بنترجم كالاتي ادي واحد ثم اتنين ثم ثلاثة. صديق بيسألكم انتم سكل بتترجم دائما بمعنى الذي كده عشان نشبط المعنى. صديق بيسألكم الذي انتم تفعلون على بلاج انتم تقولون. اه على الشاطئ اقول جونجو انا بسبح. ما بلعبش كورة ولا بلعب سكي ولا بشارك في بتان اجلاس تزلج عليها ايه جالية? خلي بالك من رقم ستة لان ده من امتحان الفين واحد وعشرين. انا بيقولني صديقكم بيسألكم دكوة الى ماذا انتم تحتاجون لكي تمارسوا رياضة اسمها تم تعرف الاول يعمل حاجة يعني اسكلات فتقول لي والله مصر يعني تسلق اهي الجبال. طيب هو ايه تسلق الجبال? بحتاج فيه ايه يعني حبل. كرة? لا طبعا. طب يعني كرة صويرة? لا طبعا ما لهاش اي علاقة. خلصت ما الجزء الخاص بالمواقف ريح شوية وخشيلي بعد كده على الجرامير. ننتقل بعد ذلك الجزء الخاص بالجرامير. ركز معي انا بحل ازاي? غز دايما عينك. ما تزهقش الله يبارك لك. قسم الفيديو ده طويل. اول حاجة عامدنا يا شباب في الجرامير في كل جملة جرامير في مفتاح للاجابة. مفتاح الاجابة هنا فين? اللي الاداة التي تتالي النقاط. هعوض عن زملائي بضمير اسمه وإلا فيك اس لا تاتي الا مع فعل خدنا الاولى. طيب رقم اتنين بيقول لي فيها جو جو انا بلعب هاند بول. الفعل اللي هو جو يطبع بهي. اللي يطبع بهي. الى اللي هبش في ايو اكس. الرياضة دي مفيد مذكر اخد سي. طيب اللي بعدها خلي بالك بحط لك دايما خطة او دايرة على مفتاح الاجابة في السؤال. عشان تبقى فاهم انا بختار بنان على ايه? ما بنجريش وخلاص. هنا بقى اقول هما بيتمرنوا عايز اقول هما بيتمرنوا كم مرة. كم مرة او كم عدد المرات. فاقول فاخد دي. فتبقى وما بيتدربوا كم عدد من المرات. فاكم بياندوا معناها كم عدد. دي رياضة قلت لك حزرتك منها. هي رياضة مؤنس. ويدحك عليك دايما لانها قدامها الا ابوستوف. فبقى انها مؤنس بتكون عنيفة. اخد اللي اخرها. طيب. هنا بيقول لي دي بتكون مدربتك انت. فانترينوز هي كلمة مؤنس. ولكن لا يصح ان يأتي قبلها تا. لان في قاعدة مهمة بتقول لك ايه? من تا الى تن. ازا كانت الكلمة اللي يتالي النقاط مفرد مؤنس بتقدر بحرفة متحرك. خدنا تن. هي الاولى. طيب. هنا بيقول لي معناها نصيحة. فعايز اقول اه كلمة نصيحة دي هي كلمة جامع مذكر. فعايز اقول ادام عاقة فاقول كي كونسي. لان معناها نصيحة. فاي النصائح انت توجيها الى اللاعبين. سبعة بيقول لي فيها كلمة هيكيب هي كلمة المؤنسة. ولكن لا يصح ان طا يأتي بعدها اسم مفرد مؤنس يبدأ بحرف متحرك. بنكرر كلمة ايجيب مؤنسة. ما تنفعش الصات. طب هي ايه يا جامعة جامعة? لا نستبعد ما? يبقى روح لاني واحدة. فتستبدل الطا الى طن. ازا كان الاسم الذي يقول للنقاط مفرد مؤنس ويبدأ بحرف متحرك. هنا بيقول لي انا لسه لك من ساني يلا سانية. ان في نقول له لقم سابعة كلمة ها ها ها. مزاكرة جامعة الناس. قولي انت بقى. فهي كلمة مؤنسة فاخد ست. وعطط هتل. وتروح تاخد نيدي. تقول لي مش دي بدأ متحرك يا مستر. يا ابني من اعين لك ان هي مفرد مؤنس. فاخد ست ومتين. لان اصلا الاولى والتانية بتاعت مفرد مزاكرة. التالتة بتاعت مؤنس. الاخيرة بتاع الجامعة. تسع بيقول لي فيها. ميكو باع جو. حلوة او الجملة دي حلوة. زملائي انا نقط اقترح ان نزل الى الجيمناس. صوت الالعب الرياضية. مبدهية كنا مش زملائي دول عايز اعوض عنا هنا بضمير من ضمائر المفعول الحاضر. فنفس التراتيم اللي انا اعمله كده. انا زملائي. دي جملة دي جملة اهي. زملائي انا اقترح اهي رقم اتنين عليكم. انتم. فهنا ضمير مفعول مخاطب. فاول لكن فعطو. لان دول جامعة. ولا تنفع طواء لان طواء بعض الفعل مش قابله ولا تنفع مواء. يعني ايه مواء يعني ايه انا اقترح علي انا ان ازعب الى الجيمناس. ما فيش ترس ما كده. عندنا بعد كده الجملة رقم عشرة بيقول لي فيها. الجملة رقم عشرة من اكتر الجمل اللي طلبت سنوية عامة بتطلق بط في الاختيارات اللي جاية تحت. فارجوك ركز معايا في طريقة الحل. اول حاجة كلمة دي معناها العديد. وجورها الكلمة نفسها كلمة من. فدي معناها العديد من. وهذه الكلمة لا تتبع باي محدد من المحددات بل دائما ما تتبع باسها جمع. طيب كلمة بيكو اللي بتات يا مستر عشان تصف كثرة فعل. ولكنها هنا بتحتاج الى دو علشان المعنى يتم. فما يفعش اقول جيان بيمارس كثيرا انشطة. واسكت. اللي عارف لو كان مكتوب دو ينفع اخد بيكو. ازا دي مستمع دا اللي هي رقم بي. طب بروء اللي بعدها هل ينفع اخد عن بودو كجرامير اتنفع? ولكن خلي بالك انه لازم الدور اللي يتم تحولها الى يهم دو او دو ابوستوف. طب ازا كان الاسم اللي زي ليها يبدأ بحرف متحرك لابد من تحولها الى دو ابو او دو ابوستوف. وبالتالي سي ما تنفعش. طب تري دي مستمع دا اوي تري معناها اه جدا وبدأتي مع كثرة الصفات. وبالتالي دي مش صفة. فالاجابة صحيح عندي يا كلمة هي كلمة بنزيل فجيان في يمارس العديد من الانشطة. الجملة رقم حداشر بيقول لي فيها تيجو بسكت انت بتلعب بسكت اللي لأ انا امارس سباحة يا رياضة مؤنسة ااخد دولا. نلزل بعد كده على الجملة اللي بعدها اسألك سؤال هي كلمة معدات واي كلمة تنتهي بالمخطع اما او انتاي فهي مزكر وعليها اس ازا الجملة مزكر خدنا نقولة اي المعدات بتلزمه كاللي كيتلعب هنا بيقول لي المدرب بيطلب من اللاعبين او بيقول للعبين ازا هيقول يعني امرية افتكر كده الامر فكنت بقول لك ازا انا الفهم اللي عندي كان فهم زي الفعل اسمه معناها يتدرب او يتمرم لو انا عايز احط فعل زي الفعل ده في صيغة الامر الايه المسبت الضمير بقى السودة يأتي ايه مع بالفعل مع تحوله من طويل اطوال طب ازا المدرب بيدي امر اللي عايني اللي قم ما كتير مع بعض فايفضوا امري مع ضمير يا حبيب قلبس طب والسودة او الفعل ده لما يتم تصريفه زوان مضارع مع هذا الضمير السود تتحرد بعد الفعل بما انه ده امري مسبت تتحول من سوء الى فيبقى تدربوا انتم جيدا قبل المباراة لو في حاجة انت مش فاهمها اينا تعالى الحصة او علم عليها وانشرح لك بالتفصيل هنا بيقول لي انا لو حمي الانشطة الصفة دايما ما تتبع الاسم الموصف اين الاسم الموصف هي كلمة انشطة جامعة ايه جامعة موان ناسي باخد عندي فيديو اللي هي بيه هي بتلعب كويس مش دي مشاب موسيقي مع الفعل فر حط برضو دو دولادو الابوسطرف ودي دي مذكرة اخد الاولانية اللي هي ديو الجنة اللي بعدها اي نفي يحصل على الفعل الاسم هو فين وانت مغمض حاول الى دو او دو ابوسطرف اللي بعدها هنا بيقول لي انت سوف تشارك اي كلمة عندنا خلي بالك تنتهي بالمقطع اللي هو بينتج بسبب وجود حاجتين اما ينتج عندك بسبب وجود ال او ينتج عندك بسبب وجود ال اي مقطع يخرج من بو اكسيون الكلمة المؤنس على طول فانت سوف تشارك في اي منافسات موجدي جامع مؤنس يبقى اروح للاخيرة اللي هي كن طيب هو محتاج اي تصريف يعني اي تصريف الفعل يتم بناء عنه مسامعك فعل الجملة الخائن ده مفرد ولا جامع مفرد يعاوض عنها مصر بضمير فعل بضمير غائب اسمه طيب خلصت معقول جزئية ابصها للافعال كلهم ينفعوا مع عدل اخيرة كجرامير ولكن خلي بالك من نفسك انه الاداة هنا اللي بتسبق الرياضة هي ادات معرفة وبالتالي احتاج فعن اسمه خاتيك تمانية بيقولني فيها جدار الاسبور انا عايز صفة تصف كلمة الرياضات انا اعشق الرياضات الجماعية جامع مزكر عايز حاجة اسمها كولكتيف فاخد الاولى اللي بعدها في رقم تسعة خلي بالك من تسعة وخلي بالك برضو خويس جدا من اشرة اه حضرتك هتصرف في رقم تسعة على النو ولا العرف لو رقم تبقى بقال مالكش فيها ليه يا مسفر لان انا قلت قبل كده ان الضمير الاسم ده بيسبب لي مشكلة ليه لان لما اسألك ما هو الضمير التوكيدي الذي يسبق هذا الضمير بتاع الفاعل فتقول لي اذا النو ده بنسميه ضمير توكيدي يعني شكل ايه اصلا شكل ضمير فاعل اسم موا ده ضمير توكيدي ويأتي مع ضمير فاعل اسمه انت بتصرف هنا بناء على الجو ولا الموا لا طبعا ما صرف بناء على الجو يبقى التصريف هنا يتم بناء على ده بيتم التعود عنه كأنه ايه لو قال لانه في التصريف كده فاخد فيه التانية طب تعالف رقم عشرة انا قلت لك ان كده انه اي تصريف للفعل يتم بناء على ها قول كده لا قوي فعل الجملة اي تصريف للفعل يتم بناء على فعل الجملة هو فعل الجملة ممكن يكون ده لا طبعا ده ده مفعول. مفعول هي حاضر قعد معاك. يبقى اول حاجة ده الفاعل رقم اتنين ده المفروض. فكاينه بيقول انا ادعوكم انتم. اوعى تصرف بها بناء على انتم. ما تودناش في ده يا. يبقى التصريف هنا بناء على الجو فياخد اللي هي الاخيرة. طيب. انه فنبا ايرف يسر على فرحة وللا ادعو ادعو بصرف يبقى اخد دول. اللي بعدها هنا بيقول لي الجو هو بيلعب. العب فيديو هزي الجملة فيها كلمة جمع اخد ايو اكس. لان الفعل جوي بيطبع بهيو او ايو اكس. طيب كلمة انا سوف اشارك في هذا السباق بتاع العجل. الكلمة دي اصلا كلمة مؤنسة. فاخد كصفات اه اشارة. بيقول لي بيلزمك ويطبع هذا التعبير دائما بادات ناكيرة. دي معناها شبكة اهي. بالصح. طيب اللي بعدها. علي بيرتدي زي. كلمة زي ما هو موضح هو بقى ما تبقاش كفيف. فتحط معاها صفة موفة بمؤنس خد بي. طيب ايه لا? قال لي حاجة. ثم رد الراجل قال لي هو المفعول ده مسبوك بحرف جر اه. يبقى ما ينفعش اسأل عن المفعول ده غير باداة اسمها من ماذا يكون هذا الزي او هذا الميو. فيقول لك من الستان. طيب انزل بعدها. خلي بالك من نفسك وانت بتقرأ في رقم ستة. اليا اينار. هذه الكلمة تدل على زمن. هذا الزمن اسمه ماضي. حديث او ماضي قريب. بيكون من ايه? من تصريف فعل فينير زائد دو زائد انفينيتي في مصدر. فين الشكل اللي انا عامل قدام سيادتك ده? هو سي. فيان دو فير دسبور. منزو ساعة احنا لسه كنا بنلعب رياضة. رقم سبعة ميكو بان يعوض عن مينكو. ايه ده? يعوض عن ميكو بان بلا فيك اس. فاخد تصريف فعلي معايا تبقى فاند سبور الويك اند. يعني زملائي بيلعبوا رياضة في الويك اند. هنا بيسأل الف تمانية تشتو انترين. ابص على الاجابة بقى اللي اجيب نازل في صلط الالعب الرياضية. ده مكان. فاسأل بكلمة او. انت انت تتضرب اين? نفس الفكرة. انا ادعوكم انتم. خلاص? عايزة اقول الى رؤية مباراة. فاقول افوار لان حرف القرن اللي اسمه اه هو اللي بيأتي بعديل فعلا في المصدر. طب شيء يأتي بعديه عقل. طب باسكو يأتي بعدها جملة كاملة فعلي وفعلي ومفعول. طب دوه بمعناها من او عن فانا ادعوكم الى رؤية المباراة. طيب بجو دي تست انا بقرأ ان يوجد مذكر خدني هو. انزل عليه بعده. انزل عليه بعده. رقم كم دي? خمسة وثلاثين بصفحة ستة وثلاثين. طيب. هو هنا لزائل اللي اتنين في بعض. هو حط ضمير الفاعل فنتالي هنعوض عنها ابو ضمير اسمه. ايه يعني هي? ده يمشي كتصريف. وده كتصريف. وده كتصريف. وده كتصريف. وده كتصريف. بناء على الفاعل بس. طب استنى بقى. فعلي فير. هل يجي بعديد دولار? ثم بعد الدولار رياضة. فالرياضة دي ايه مذكر ولا مؤنس? الرياضة دي تعتبر رياضة مؤنس. طيب. دي بتاعت مذكر بالسلامة. دي بتاعت مذكر بالسلامة. دي بتاعت جم بالسلامة. بس يا معل. اللي اجابة طلعت من نفسها. فانتالي فادي ولعب يتوانك بتلعب رياضة القراط الحديدية. طيب اي نفي اي نفي يحصل على الفاعل فادي حاول ايه لا? ها? مسامعك ضوعة ضوعة بصف. حتى لو كانت الكلمة دي جامعة مصر حتى لو ايه جامعة. خدوه. شايف? في هنا صفة. وفي هنا مقارنة. هو بيقارن الملاكمة برياضة الهندب وقول لا. في قاعدة بتهون الصفة موضع المقارنة. اهي. دي المقارنة. الصفة موضع المقارنة دائما ما تدبع الاسم الاول من حيث نوع العدد. ازا ناخد صفة تتناسب كلمة بوكس وماليش دعوا بهندبول اللي في الاخر. طيب نوفيزان عايزة اقول نحن نمارس الرجبي. فاقول دي ريجبي. لان فعلي الفعل يدبع بدأتك زائف مع الرياضات. اللي بيجي بعدين اي بالطبع والفعل اخد سي. هنا بيقول لي انا اشارك في سباق الجارية على الاخدام. فاقول اه هما بيلعبوا كويس. الفعل يجي معا ايه? ايو. وبادمنتون بما ان الرياضة دي مذكر. هما ما بيلعبوش. يا دو يا دو ابوستروف. تصح ايه? دو ابوستروف. بما ان كلمة تبدأ تبدأ بحرف متحرك. الفريق الاسباني عوض عن الفريق الاسباني كله على بعضه بضمير اسمه. لا مش فريق دي جمع ولا ما تكسفناش بقى. هو يلفع كلمة جمع يتحطه قدامه الا ابوستروف اللي هي بيأتي بعدها اسم مفرد. يبدأ بحرف متحرك لا طبعا. فيعوض عن الاسم ده كله بضمير اسمه. طب ده تصريف بفعلي كان اسمه ايه? او مصدره ايه? اقول مصدر اهو. ده فعلي مجموعة ايه? مجموعة تنسى مجموعة تالتة. يصرف مع الايه والقل. فلاقي نهايته مع الايه والقل يا اما حرف دي. يا اما حرف تي. فيدي اللي ينفع? يبقى اخد سي. فالفريق الاسباني خسر المباراة. جولي بتبتدي احزية دي جمع مؤنس اخد كلمة ماران. فتقول ليش معنى ماران يا مستر اقول انت بتنسى. احنا قلنا ان في لنان يمشوا زي ما انت عايز. وماران. مذكر مؤنس موفى الجامع زي ما انت عايز تقول لقول. هنا ما فى مي اموة اي اسم من الاسماء ازاك. حاجة اسمها اموة. بيسوعين ده تصريف نون. ده مي. ده ما بيفكركش بزمن لسه يقولك دلوقتي. ايوة هو ده. الماضي القريب بيكمن تصريف زائد دو زائد مصدر. فقدنا مين فينير. فينير هيصرف هنا على الفاعل. مع ما فى مي اموة كأنك بتصرف مع النو. فاخد بس خلاص. طيب اللي بعدها انا بيقول لي انت بتحتاجه لكي تلعب او تمارس رياضة. كيف? انت بتحتاجه لكي تلعب رياضة وانت تديش معنى. طب ماذا انت بتحتاج لكي تلعب رياضة? لو انا هجاوج فهقول ففي هذه الحالة المفعول اللي انت هتتكلم عنه هيبقى المفعول بيه غير مباشر. فما ينفعش ناسأل بكاسك. لان كاسك تستخدم مع المفعول بيه المباشر. ولكن هخطه قدام المفعول دو ازا محدات الاستفاهم يوضع امامها دو. فالدقوة الى ماذا انت تحتاج لكي تلعب او تمارس هزي الرياضة او تلعب الرياضة. طيب ننزل بعد كده. غدا اه الكلمة دي دل على زمن المستقبل اللي هو بيكون من تشيب بير بقى ليه زائد مصدر. فان راجوي ان متش اه 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 دو باسكت يبقى للي تنفع. طب يا مستر دي مصدر ما تنفعش. طب يا حبيب قلبي دي مضارع ما تنفعش. طب يا ماما دي ماضي قريب ما تنفعش. الازمينة مهمة جدنا نخلي بقىك منها. زمن اه ماضي خريب يقوم من زائد دو زائد مصدر. فين المصدر? ناجي. زمانت انا اركب وديك لان دي وسيلة مواصلات او دي رياضة اصلا ما تشوفها بالكب عليها تاخد او. ازا كان في الجملة فعلا الاول يصرف والثاني دائما ما ياتيه مصدر. طب ازا كان المصدر كان زو ضميرين. اهو دا اصل الفعل. هلا سيبه زي ما هو اوعى اوعى اوعى. تخلي ضمير المفعول دائما تابع لضمير الفاعل. طب انا عندي اتنين كده يتبع ضمير الفاعل تيه. خد بقى المصدر. اللي الفعل بتاعها مصدر يبقى خد بيه. انت عيب عليك ان تتدرب قبل المباراة. في هنا نافية مستر اهو لو حولت يبقى ملكش فيها روح نام. ازا كان الثاني المنفي اللي ما بين طرفين نفي وغير باترة واي فعل من افعال او الفعل كمان او الفعل لجوي سيب الاداة زي ما هي تتبع الاسم اللي زياني النقاط. فقبل واحدة مستبعدة هي الدو بتاعت النفي. طب تاني واحدة مستبعدة هي الده لان الكلمة دي اصلا مش جمع. فان بول كرة دي كلمة مؤنسة اخذ اين اللي هي رقم بيه. نوعا اللي بعدها ايه الاهلي بيكون فريهي المفضل. هو الراجل يوضح لك انه كلمة فريق مؤنسة كلمة فريق مؤنسة فحط لك هنا اخوز ياد. فاذا انت روحت زي مش عايز اقول خدت دي اعملها لها غلط. لان في قاعدة بتقول تحول ما الى من. ازا الاسم اللي بعدها كان مفض مؤنس ويبدأ بمتحرك. دي بتاعت جمع بالسلام. ودي بتاعت جمع بالسلام. خلصنا منها واخدنا الاولى. بس كده. هنا بيقول لي كلمة اشياء جمع مذكر اخد به كده. طب اللي بعدها الفروسية السي بتكون من لا مازا دي لا دي لا تستخدم في نهاية الجمل. اين يعني اي فروسينا بتكون اين بتكون مازا. فاحد يرد يقول ستة نسبار اي انها بتكون رياضة. طيب هنا بيقول لي انا احبه كثيرا اوعد خط دو هنا ما تنفعش. فاقول واقول حاجة اسمها فانا هخط هنا حاجة تناسب هزه او هزا الفارف اقول انا احبه كثيرا اه الدرجات او رياضة ركوب العجل يعني. دي معناها المصاراة وخلي بالك منها وهي رياضة مؤنسة. خلي بالك من الحاجات الجديدة اللي بتعدي دي في الاسئلة. بص بقى الجملة دي. اي مصاراة بتكون واحدة من الرياضات. انت عايز توصف فينا ايه? كلمة مصاراة ولا رياضات? لا بالطبع رياضات. لان الصفة تبع الاسم الموصوف اللي هو ده. مايش لعب المصاراة. المصاراة بتكون واحدة من الرياضات. عنيفة. فياخد جمع. مذكر. اه ازا كمسل الجملة فعالين الاول يصرف والتاني مصدر. والاداة تتبع الفعال الرقم اتنين. وازا كان نفية على فعل غير ما تحولش الادوات. يبقى سيبها تتبع الاسم اللي هي النقاط مع بتبقى تاخد ديو. هزار ان اللي جاية رقم ستة. روك ناس ايه ايه? بس جمل وردت بامتحانات الثانوية العامة. يا غاني ركز في دي لانها مهمة جدا. جمل وردت بامتحانات الثانوية العامة. عينها بيقول التلاميذ عشرين عشرية. التلاميذ بيعمله تدريبات بدنية. طيب مش دي اسمها اداة تجزئة? اه. طيب اه عايز احط معايا فعلي فار اوضع عن التلاميذ بحاجة اسمها طب التصريف معايا فعلي فار يبقى اف هو النتاج ومسألة جدا يعني. اللي بعدها هنا بيقول لي دي الفين وعشرين. انا ازعب الى كلمة مزاكرة المؤنس? لا طبعا مؤنس. فقول لجو في على لان ده مكان. انا بيقول لي جيم جوي انا بحب العب الى اداة اتبع الفعلي رقم اتنين مع جوي والرياضة دي مؤنس فتبقى طيب الجودو سي الجودو بيكون ماذا? فقول كوا. اداة استفهام. اوعى 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 تضغر وتروح تاخد على هتاخد بناء على رياضة. لان في اسمين في جملة دي. فانا احفظ على الاسم ده لان هو يقصد يقصد الاسم ده فقول ان بتكون رياضة عنيفة. هزا الطفل بيلعب كويس. فانا هحط اداة مناسبة للفعلي جوي. يتبع بي ايو على انها بصرف ايو اكس. فحط مع تنس حاجة اسمها ايو بما انها مذكر. اسئلت انتحاد سنوية عامة كن لها وخفيفة ولطيفة. شاب جور كل صباح احنا بنلعب فوتبول فاخد ايو. طيب الاطفال نعوض عنهم ومالوا بيلعبك اسم. اه ده مصدر بالسلامة. ده كده مصرف لا بس ما ينفعش. طيب ده كده يمشي. لما ينفعش فاقول الاطفال بيتمرنوا في النادي. احنا بنلعب بطانك رياضة رياضة في الكرات الحديدية. طلعي زي ما هو بيلكز عن الرياضات الغريبة يبقى ده لعبة ما انها مؤنسة. فكل الرياضات اللي بتحتوى على كرات كلها مزاكر باستثناء دي. في ابو يا ومي بيلعبوا مع الفعل والكلمة دي مفض مزاكر اخد معاها ديو. هنزل تحت. هنا بيقول لي في اخويا بيمارس او بيلعب الرياضة دي مزاكر اخد ديو. طب اللي بعدها ده فعل اسمو يا مستر ده فعل اسمو يا حبيب قلبي لحظة. معناها يريد. تريد انت ان تمارس فيلو قال له بيان سور بالتأكيد. فتبقى خلي بالك جات كم? الفين اتنين وعشرين. جملة خدها تعمل الا معناها سهل السهل المنترى خلي بالك. طب ما تنفعش يا مستر يا حبيب قلبي سيتاتي فقط في السؤال المنفي. ده سؤال مصبت يا ويا نون. فقال له بالطبع. طيب بعد كده بيقول لي مع السور اختي في اسكالد. حط ده. ايه اللي ابوسترف ده الفين اتنين وعشرين? اسئلة كلاير. نو جوان احنا بنلعب. اه اوعا من دي بقى. عارس يالا لو رحت في مرة من المرات. ما اخدتش بالك من دي. هنطف كرشك. لان جيتار دي معناها لعبة موسيقية. مع الفعل جوي يدبع بقى بالديو دولادو الاوصرف وديه. الجيتار من الحاجات المؤنسة اخد دي كده. هو اصلا ما جابش نلاقيه. طيب هنه يمارسنا الطايرة فتبقى اه لان الرياضة تطور مزكرة. طيب هنا اسئلة من منعك ولا والتانية سنة واللي احنا خدناها مع بعض قبل كده. والكاميرا شغلة قدام الناس هيوم ما تحرجناش. انا سمع كنت شغال وضايق. هنا بيقول لي اكسسوار انا في اي الاكسسوارات انت ترتديع في الحفلة. تخش هنا عن جملة تعمل كده. وتقول لي الناس طب ما انا عارف ان دي جملة مزكر. فاخد ايه? الاولى. طيب دي جملة بقت امرية. لان هزا حطيت فصلة بعد المناة ده زي ما انت تشايف قدامك كده. يبقى اه على طول جملة امرية. ما فيش امر مع غائب. ده كده مع الانا فيكس. ويجيان ده بكلمه وده جاي امر مع الفوك بالسلامة. طيب ينفع اخد ايه وعاكم ادي ايدك عليها تتقطع لان الاس ما تحزفتش فاخد ديه. لان انا باخد امر مع الضمير اسمه تي. ثم اجيب الفعل اصرفه مع تيه ثم احزف الاس. ازا كان فعل مجموع اولى واخد يابع امر مع تيه كمان. طيب النهاردة طيب البلو. اليا تريشو. الفي تريشو. انا الواحدة اللي بيجي معاها يا صفح. لا تعبر عن حفل تقسع او الجو اصلا. طب البلو. عمري ما يجي بعدها صفحة من الصفات لانه جاي بعدها اصلا. البلو هي طومتر. ده فعل بلوفوار. جاي بعدها فعل. اليا ما يجيش بعدها غير اداب تجزاء. الفي هي اللي هي جاي بعدها صفحة من الصفات. وهذه الصفحة لابد ان تكون مفض مذكر. او جردوي النهاردة اليا بلوي. كلمة مطر دي. هي مذكر ولا مؤنس. لا ده كلمة مؤنس. طيب ايه او عا من رقم خمسة. الكلمة دي مع ما زوج من زوج من الاحزية بيكون انا عايز اوصف ايه دي? مش عايز اوصف دي خلي بالك. دي عمرها ما تنفع. فزوج من الاحزية بيكون عايز صفحة مفض مؤنس نوار اسود. كلمة احدى الكلمات المؤنسة والمهمة جدا. معناها اعمال منزلية تفضلوا انت جمع مؤنس خدنا كل. ده ما زمن مستقبل قريب. يقوم من تصريف ايه جدا عن? تصريف فيربقري زائد مصدر. فهاعوض عن بحاجة اسم اائل. المضارع يروح برعة. والماضي بالسلامة. والمستقبل ينفع. ولكن ده مستقبل ولكن ما يفعش كتصريف مع ضمير الاسم. طيب ليش دي مقارنة? الصفة موضع مقارنة دايما ما تتبع الاسم الاول من حيث النوع وعدد. فهنا الاحزية بتكون اكثر جمانا من الصندل. طيب. الاحزية دي ايه? جمع ابوها النسوفد اي ني جونت. عرفي اللي قناها بعد انت واحدة اي ني جونت دي مش عارف تذكر الفيوة السماء سمعتها يعني. ايه المهم? استنى يا لا. احنا لسه حالين واحدة زي دي. تري دائما ما تأتي قبل الصفات. معناها جدا. طب بتأتي مع الافعال. طب وامبودو بيأتي بعدها اسماء عادي. والبو بتأتي مع اه الاسماء بلو. بيكون قديم. دي معناها قديم او مش عالموضة. فتري دي مو دي. لاني دي صفة من الصفات. زون انبا انا لو احب كلمة لونة مذكرة ولا ما اسمها النص طبعا. فاخد ست اللي هي رقم سي. اه لبج. الخاتم بيكون دي مادة خام يوضع امام حرف جر دائما اسمه طيب. من برقى اشتي? ابويا اشترى اوعى بقى من دي. دي عملت قلق السنة اللي فاتت في سنوية عامة. والعيال بتوعنا الرجالة اللي كانوا معنا طلعوها من قلب مجالة بكتاب المفاهم اللي احنا هندرسه في نعية السنة. اوعى تستعون باي وزقية. من تانية سنة وياه خلي بالك. اشترى. كلمة دي معناها ساعة حقط. طب الكلمة دي مزاكرة ولا مغنس. اسمع كده. اي ساعة اي ساعة سواء ساعة وقتية او ساعة تتعلق كلهم مغنس. سواء كلمة ساعة يد او اينار ساعة ساعة زمنية او كلمة اللي هي ساعة حقط كلهم مغنسين. فبابايا اشترى هزي الساعة بتاعة الحقط فاخد ست. سهلة جدا واشفها مشكلة. في بعض الناس او الناس اللي نشأ في عملية الجملة دي غلط لان مش ورا تليجرام. فمن دلوقتي بحذرك ايه وعتمش ورا تليجرام بتودى نفسك في ده. بعد كده روخ نقول عن المتازين كل سؤال بدرجتين. انا بيقول لي دي بتكون احزية رياضية. ده شكل خارجي للملابس يعني معناها برواط. يوضع انامه حرف جرس مؤاط. سابت. طيب. الكرات. انا عايز اوصف دي. ام كرات بتكون من لون. لو اذا مفض ايه مغنس اخد اللي هي بي. طيب الجملة اللي بعدها بيقول لي ده زمن ايه المستقبل قريب? هلأ تصريب فيرب عليه? عايز مازل. طب ازا كان الفعل زو ضمارين هو اللي هيجي هنا رقم اتنين في المصدر. خالي الفعل للمفسه في المصدر وضمير المفعول تابع لضمير الفعل. هل السوء تيجي مع الجوء? هل يموت تيجي مع السوء مع الجوء? اه. والفعل ده في المصدر ازا دي جابة صحيخ. الباقي ما ينفعش. آآ زيدان بيتدرب فريد يالما دريد. طب استنى بقى. انت لازم سيادتك تبقى عارف ان شيء عندنا فعلين. ان فعل الاولاني اهو قدامك اسمه ده فعل معناه ايه? اوع من نفسك اوع من نفسك ما توديش نفسك في دقيقة. يعني ايه فعل يتدرب بقى? يعني انا الفعل وانا المفعول. انا اللي بحروح كده للنادي بنفسي فما الفاعل? وانا اللي اجلقى علي فعل التدرب فانا الفعل وانا المفعول. يبقى ده بنسمى فعل يزود وراولين. لو ان انا الشخص الفعل وانا الشخص المفعول. طب فيه فعل شكله بالضبط من غير م regulators. معناه يدرب طب انت محتاج انا واحد من الاتنين. زيدان بيتدرب الفريق ولا زيدان بيتدرب فريق ريال مدريد. يبقى انا شغلتي هي? انا شغلتي على الفعل الرقم اتنين. زيدان بيتدرب ريال المدريد. لين زيدان الفعل والفريق اللي ما اتدرب هو المفعول. في اي حاداه فيها السوق بالسلامة يا ضر. فاي حاجة كده? بالسلامة يا ضر. طيب. هنصرف زيدان كأنه ضمير اسمويل التصريف الصحيح انتران لكيبدو ريال مادريد. سهلة هي. طيب. اوعى بقى. هل النفي وقع على فير? لا ما تحولش الادوات. سمعتنا مع الاسم اللي زيان للنقاط. والجملة ازا احتوت على الفعلين. الاول يصارف والتاني مصدر. والادا تعتيبونها على الفعل رقم اتنين اتنين اتنين. يبقى خد سي. لابوكس سي. اه اوعى منديد. دهلك في قلبك. لكنه انها بتكون اكثر من الصفات دائما بعد سي حبيب قلبي ما تأتي في المفرد انه وزتر بغض النظر عامة قبلها. اذا وضعت سي بالشرف ده. انت تفضل اه الهند بول. با يأتي بعده الف لام احط له. طيب الجملة اللي بعدها اي المعدات انت تحتاج لها لكي تسبح. او هستخدم قبل الحاجة الغير عاقلة دو. اذا كده المفرول بيقع مفرول به غير مباشر وغير عاقل. اجيب نفس الاداة اللي قدام المفرول احطه قدام اداة الاستفاهم. ففي هذه الحلقة اخد دكوة. طب مستر ليه ما تنفعش كاسكة? حبيب قلبي كاسكة تسأل عن مفعول به مباشر غير عاقل. لكن دي تسأل عن مفعول به غير مباشر وغير عاقل. فهو بيسألك انت محتاج عشان تسبح. فلما هتيجي ترد هتقول. فهينا هيوصبك بحرف اي دو. هب نفس الحرف هحطه قدام نفس الاداة. تصنق الجبان بتكون رياضة. عايز اوصب كلمة رياضة مفرد مذكرة فاخد طب اللي بعدها انا لا احب من الرياضات المذكرة واي رياضة انتهي باي فهي مذكرة دائما مع دي ناخد له لان ده فعلا من افعال الميول. هزي المباراة بصوا لك على حاجة اذا النقاط اتت قبل خلاص? طيب لو ات بس خلاص محيش اللي هي اصلا تركيبة على بعضها. هنا هنا ما بنحبش اليوغا مذكر اخد له. آآ بعدها بيقول لي آآ آآ تلاتاشر كلمة من الكلمات الخداء على انه لقو فيها اصلية. طيب وكلمة صفة. كم اصلا حاجة اسمها ادي كلمة بتندقى بالمقطع اي يو اكس. طيب معناها هي عصبية. فققل بقى الى نرفوز عصبية ازا دي حكمة مش حكم اخد ست. اوعد وقع نفسك. طيب طيب جو او هاند بول تمشي. طب دي ما تمشيش. طب دي ما تمشيش. ودي ما تمشيش تا ان الهاند بول اصلا مذكر مش مهندس. جو بري فار جو واي. الاداة توضع هنا انا على الفعل التانية. وكلمة باد منتون احدى الرياضات المذكرة والفعل الجو واي يطبع بي اي او الا الا بشرب اي او اكس. اخد دي. هنا لراكت فو المضرب آآ آآ يكلفكم انتم او يكلف حضرتك. بص الترجمة. المضرب. انا رقم اطمين الفعل يترجم. ولو عنده ضمير مفعول حاضر باخر حالة ترجمها. فالمضرب يكلف حضرتك تلاتين يورو. التصريف جنان على ايه? على المضرب. يعرض عنه بضمير اسمه ايه? والفعل ده مصدره هو فعل اسمه يعمل حج ركش شوية. معناه يكلف او يساوي. طيب او اتغيرها. انا احبه كثيرا. طب ليه هنا ما ناخدش دولة مستر? لو انا عندي فعل من افعال الميول خلاص. ادو ما كديش. فحط حاجة اسمها له. لو عبقى هنا فحط دو. فقول جين بيكون دو فوتبول ما تديش اي معنى. جين بيكون لو فوتبول. فلو اتى فعل من افعال الميول قبل ظرف الكمية يلغي عمل دو خلاص. عندي بعد كده الجملة تسعتاشر بيقولي فيها جو جو بيكون انا قلعب كثيرا. خلي بالك الفعل الجو ده لا يتأثر بظروف الكمية ازا قاتل بعضه فاخد الادوات العادية بتاعتك اللي هي اي يو. طيب عندي بعد كده انا اشارك خلي بقى من الكم دون اللي جايين وانا بعض دول انا اشارك كثيرا في السباقات بتاعت الدراجات ما بتتأثرش يبقى الفعل بيكون يجي بعد ازا اللي بيتم اللي بيتأثر ازا قاتل بعضه كلمة هو الفعل النسب نفير اما افعال الميول والفعل الجوية واي فعل اخر لايتأثر بي كلمة بيكون ازا هتت بعده. ناخد وننزل على المقالة او الانتاج فارجوك ركز معي. بننتقل بعد كده للجوزء الخاص بالا او المقالة زي ما احنا بنقول عليه. اول حاجة عشان حوالاتك تكتب مقالة احنا مش فرنسيين وعمرنا ما هنقدر نفكر بفرنساوي. وبالتالي ما يحتاجين لنا مر بخطوات. الخطوة اللي بتقول لسيادتك انه في حالة تعاملك مع الايميلات لازم تبقى عارف. مهم جدا. اداة الاستفهام المستخدمة في كل سؤال. ففي الايميل هو بيسألنا سؤالين. فهو سأل السؤال الاولاني اهو. ورجع بعد كده سأل سؤال تاني. انها التانية. ما ابدأ اين كده تعالى نكتب الكلمة الافتتاحية اللي هي قالها لي ان هي كلمة فبكتب اينها زي ما هي. او هو فبكتب اينها كلمة طيب في كلمة ختمية او وضاعية كلمة فبكتب له كلمة او روفوار. بعد كده بيقول لي واحد بيقول لي انا بكون رياضي جدا. اتوا وانت. انا عوض عليه فاقول له وانا ايضا. يعني وانا ايضا. طيب. قال لي في اي اه اه رياضة ثرق او اي رياضة اه من الرياضات اللي هي بتلعب بوسط الثرق يعني انت تمارس. فاقول والله اه باخد من السؤال وبكتب. انا الفعلي فعلي اللي هو مستخدمه. فاقول مسلا ج يعني انا واقول حاجة اسمها ادي في. واكتب حاجة اسمها ادي كلمة ج واكتب هنا كلمة فط. يا شباب بننبي. مفيش حاجة اسمها احفظ رميلات واحفظ موضوعات. حضرها بتكتب جملة مكونة من فاعل ثم فعلي ثم مفعول. ايه الصعب في كده? بناءا على اللي تشارح لك في الدرس ولا احنا شرحنا مع بعض يعني الموضوع الصعب. الى ماذا? انت بتحتاج لجاية تمارس ازيار الرياضة. باتكلم بقى عن المعدات. فاقول ايه ما بيلزموني او جي بزوان دو. فاقول كده او ادي جي. صار رفضير بعفوار. جي بزوان. واكتب حاجة اسمها انا احتاج الى اول مسلا عشان نلعب كرة فاقول احتاج الى كرة كبيرة وممكن لو عايز تكتب كمان تكتب كلمة تاخد كده الفول مارك بتاعتك بالدرجات وبنعدي الاولاية. اتعود بقى على الحالات اللي احنا بنعملها. اول حاجة بنكتبها هي كلمة اهي. الكلمة الافتتاحية. اخر كلمة بنكتبها هي الكلمة الختمية هي كلمة ابلوس زي ما هي. طب قال باخد على دول درجات. الاجابة لا. ما تاخدش عليهم اي درجات. طيب يعني انا حد بيقول جوسي انا عارف كنو. حد بيقول عننا ان هو عارف ان احنا الرياضيين جدا. اه يعني ايه كلمة ناتيج دي يعني بحرية او مائية. اي رياضة مائية انت تمارسها? واين انت تمارس هذه الرياضة. والله ممكن اقول له مسلا انا امارس سورفة تزلق على الاموات. اكتبها ازاي? فاول مسلا يعني انا واقول حاجة اسمها يعني انا امارس. رياضة التزلق عن الاموات فاول له براتيك ليسلا اه سورف اللي هي التزلق على الاموات. طيب اني قطي براتيك ستصبر اين انت تمارس هذه الرياضة اقول له انا امارسها او هذه الرياضة انا امارسها. فاقول له يعني انا انا امارسها كده. واقول له في البحر فاقول له حاجة اسمها بس كده. ننزل بعد كده على الايميل اه رقم تلاتة بيقول لي هنا طبعا خلاص اتعودنا اكتب كلمة زي ما هي. طيب كلمة بيكتبها زي ما هي برضو. هنا بيسألني اداة الاستفاهم اجيب مهمة جدا يا شباب ولازم ابقى فاهم هو بيقول ايه? في الشتاء الجبال بتكون باللون الابيض. هو حد دي انا هاصبع عنك وخلي بالك. ممنوع رياضة زي رياضة تسلق الجبال تتلعب في الشتاء. بتتلعب في فصل الصيف. اللي بيتلعب في الشتاء في الجبل هو فاي رياضة انت تمارسها في الجبل فاقول انا امارس واقول حاجة اسمها واكتب كلمة اهيك سهلة جدا. طيب بيقول لي بعدها ما هي المعدات اللي لازم انا امارسة زي رياضة. عشان اولعب السكي احتاج حاجة اسمها اللي هو لوح خشب اللي هو بتاع السكي ده. طيب اكتب حاجة اسمها اه كده بيلزمني. واقول حاجة اسمها اين بلانش. واكتب هنا حاجة اسمها دو اسكي. بس كده كده اجابت اجابة صحيحة اخد الدرجة بتاعت كاملة. طيب ننزل بعد كده انا الموضوع اللي هو الاخير او الايميل الاخير عندنا. هنا حد بيقول سالي. جدار الرياضات الشتوية. زي ما قلت لك هي بعض الرياضات تمارس في بصل الصيف. والبعض الاخر يمارس في فصل الشتاء. زي الجبل زي ما قلنا عندنا زي الاسكالاد دي تمارس في فصل الصيف. والعلى النقيد اسكي هي اللي تمارس في فصل الشتاء. لان ما فيش رياضة اسكي في الصيف. ما فيش تلقى اصلا ميزل في الصيف. هنا حد بيقول انا باشا الرياضات الشتوية متى انت تذهب الى ساحة التزلق فاقول يعني انا هو هنا بيختبر هل انت قادر على تكون جوما البسيط ولا لا. انا اذهب الى ساحة التزلق فاقول اهي انا اذهب الى ساحة التزلق. هنقول حاجة اسمها اه اي يوم من ايوم الاسبوع ولكن مسبوق بحرف بادات معرفة اسمها لو فاقول حاجة اسمها بروح يوم الساء. طب اي رياضة انت تمارسها في هذا المكان فاقول انا امارس الرياضة التزلق على الجليد فاقول ج في واكتب هنا حاجة اسمها وكتب هنا كلمة اللي هي التزلق على الجليد. كده بكون انهية الاربع موضوعات اللي عندي. من فضلك حاول تشوفني انا بعملهم ازاي وبعد كده اروح اكتبهم مع نفسك هتعلم مستوى كويس جدا. هنا الموضوع بنكتب من خمسة وعشرين لتلاتين كلمة بمعابل تقريبا اربع او خمس جمل زي الفول الاول. رأس الموضوع يا باسوه هو اللي هنا. هنا بيقول لي بارليد وفوتر سبور بريفيري يا سلام اتكلم عن رياضاتك المفضلة. قول كلمة فانا مسلا ممكن نقول اول حاجة نحط جمل بالعربي ونوصل لها بالفرانشاية. اول حاجة اسمنا عمرنا بننوع رياضة اي. فاقول مسلا ادي جا مابل انا اسمى او ودعة ايه بتفصيها خليلي ديها البراجات على حاجات انت بتكتبها بكل سهولة. انا اسمي مسلا علي او احدى. ادي علي يا عمهي. نقطة. هقول عندي كم سنة? هقول جا انا املك. كده بزوية عندي طمانطاشر سنة. طيب هقول انا امارس الكثير من الرياضة. هقول كده جا في وقت كثير من هقول جا في بيكون سبور. هدي بيكون ودي هنا دو سبور. هنقول كم بعدها في النقط مسلا كم مسلا هنقول مسلا لفط. بندي مسال بس كرة القدم. طيب هقول انا بتمرن تلات مرات في الاسبوع. زي ما قلت لك التعبير ده كان مهم. فعايز اقول انا اتمرن اقول يعني انا اما ابوستوف. اتبرب حاجة اسمها لازم تحفظها كويس جدا. هدي تلات مرات اهي. في الاسبوع تبقى بار واكتب كلمة اسبوع اللي هي س من طيب. اه كامل بعدها اهو بيلزاموني. ادي ال. ودي مو. ودي فو بيلزاموني. عن اول كلمة ان ما يقول اللي هو كاتبها لنا ما بين الاقواس اللي هي ادي ان ما ير. اي و احزية رياضية. نحط حاجة اسمها ادي دي. ما تعدش بقى اي حاجة. هيعمل هناك صح. كلها كده تقضي الدرجة النهائية عليها. ننزل على رقم بي هنا فيقول لي. اه اه. اه انتم تعيشون في وسط عائلة رياضية. بار لي. اتكلموا عن الرياضات المفضلة. كل التي شك ممبر دولفطر الفمي براتيك الذي يمارسها كل فرد من افراد عائلتك. واستخدم اه اه ار دولان ترينمان السابطات التدريب والاكويمان المعدات. اقول مسلا عائلتي مكونة من اه مسلا تلات افراد. اقول ما. فامي يعني عائلتي. انا بعمل ايه? بحط جمال عربي وحاول سرها فرنسي وبشكل سهل وبسيط. ما فامي وكتب حاجة هنا س كومبوز حافظت لك الفعلي ده. دو. هنقول مسلا اه لا لا ما اكترش. هنقول تروة عائلية مكونة من ثلاثة اشخاص. بر سن. بس كده زي الفل نقطة. طيب هنقول مسلا اه اه او الواحد بابا يو. بيكون رياضي. ايه? رياضي يعني كلمة اس بور تيف. وليدي بيكون رياضي. هنقول الانترنمان دو التنس وبيزهب الى التدريب بتاع التنس مسلا اه او هو بيزهب مسلا اه اه هو بيتضرب كل يوم من الساعة سبعة الى الساعة عشرة. هنقول كده هو بيتضرب ال. خلاص? اه بيتضرب ال سانترن. اه دو هنقول من الساعة. دو مسلا سيتر من الساعة سبعة. اه الى الساعة هنقول مسلا بتضرب ساعتين الى الساعة تسعة. اه نفر. خلاص? طيب نقطة. الاكوبمان المعدبات هو هنقول بيلعبتين نصف هنقول الفو بيلزمه. هنقول مسلا دي مضارب را كت. طيب نفس الكلام مع منطق. هتقول مسلا منطق بتلعب سباحة. او مسلا هنقول من طيب بتلعب ايه ما نقول مسلا اه ماشي سباحة. هنقول بعد كده اه مامير والدتي. بتكون سباحة مامير تي. ناجز. هنقول ال هي ابتزم الى التدريب. ال ذا. ا ا لانترنمان. مسلا اناقول اه الساعة سبعة برضو. سبعة صباحهم. طيب هتكمل برضو. هتقول الفو بيلزموها. اين ما يود ربا وكمل باية الجمل بتاعتك عادي خالص ما فيش اي مشكلة. طيب ننزل بعد كده على الموضوع الاخير. اتكلم عن يومك الرياضي التدريب. هنقول مسلا نيبت في الصياف اسمك الاول يعمل حق. زي ما عملنا. حاولت اهبت في الصياف مدام انت بتايبت صح ولا يهمك اعملها لك صح. عندي كم سنة. هقول على طوي انا املك. مسلا زي ما كتبنا فوق مفيش اي مشكلة. اه بعد كده هقول انا استيقظ سبعة صباحا هقول واستخدم الفعل اللي هو الدهوي ده اصرفه زمن المضارعي السوم عاجوه تنزل تتحول الى والفعل ده يعتبر مجموعة قولة احزف من الاو ار واضيفة النهايات. اقول انا اه اه او استيقظ الساعة كان بقى. اقول اه مسلا اه الساعة سبعة. كده فليها كلمة ار اكتبها على طول اهيك. اه بعد كده هقول انا اذهب الى التدريب اه او انا اتدرب لمدة ساعتين. هقول جو. مو. كده انتريم. جو منتريم. هقول جو منتريم. انا بتمرن تلاتة ايام في الاسبوع. هقول تروة. اهي. هقول كده. فوة. بار. سومن. يعني بتضرب تلات مرات في الاسبوع. هنقول بعد بقى انه التدريب بيبدأ الساعة مسلا اه اه سبعة ونص هقول لانترنمان كومانس بيبدأ. اه اه ستار اه دمي ساعة سبعة ونص. اه ممكن نقول بعدها امي دي منتصف الظهيرة. اه امي دي. هقول انا اذهب الى النادي. جو. جو. او. كلاب. انا اذهب الى النادي. لكي يلعب. جو. كده افط كرة القدم. مع هقول اذك. ما كده زمية. كده بنكون خلصنا جميع تعدلوقات الدرس الاول فاضل عند حضرتك بس امتحان ما ضلدك زمع. هسيب جولك تحله مع نفسك في البيت. واحنا هنشوفه في الحصة وهنصحافه مع بعض. لان اعايز اشوف هل بعد كورونا للحال ده ما زلت بتغلط فيه اسئلة على الدرس الاول ولا الدنيا اصبحت تمام. اشوفك ان شاء الله الحصة الجاية مهمة جدا يوم السبت والحد ما تنساش هنشرح درس جديد الدرس التاني ما تتأخروش وتعالوا في معاتكم. اشوفكم ان شاء الله الحصة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.